السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وتفعيل زر الجرس ومشاركة محتوانا بين أصدقائكم في كل المواقع الاجتماعية لتعم الفائدة فرجة منتعة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم أخوتي جميعا شكرا جزيلا أخينا من معارض مصرين ريف الشمال لإدلب سامر أبو عدنان وأنا أخوك بالله إن شاء الله من مدينة مارع إذا تسمع بها أخي الكريم سؤال لو سمحت يوجد عندي كروان يعاني من مرض سوست الريش الكل يقول ليس له علاج وأنا أسألك لعل لعل إن شاء الله يوجد له علاج بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله تحياتي لك أخي بالنسبة لسوست الريش يعني بصراحة مرض عصي شلون يعني كيف يعني المرض في حالات كثير بيتم الشفاء منه وحالات غير قابلة للشفاء نهائيا هو عبارة عن فيروس ولو حتى شفت الطير ظاهريا طاب معظم الأحيان ضمن فراخه بيجي فراخ مصابة بسوست الريش يعني عبيكون الشفاء ولو تم عبي تم ظاهريا بالنسبة لسوست الريش في علاجين العلاج الأول طبيعي يتم بالخصط الهندي القصط الهندي من محلات العطارين لونه بني طعمه مر ريحته كريهة ريحته كريهة بتجيب شوي منه بشكل عواد لأن معظم العطارين يعني أحياناً عبيكون عندهم غير نخي أو جيبينه هني أو أو فأنت حتى تكفلوا أنه يكون مو مغشوش بصراحة يعني إيكنا نحكيها بتجيبوا بشكل عواد بتبشروا على البشارة العادية فبيصير بشكل مثل الطحية مثل البودرة بتحط منه أدراس السكين بالمشرب الأربعين ملي بتقدموا ثلاثة أيام وبتريح يومين بتقدم ثلاثة أيام وبتريح يومين لا يخلط مع شيء كامل إلا بإمكانه يخلط فقط مع العسل تمام مدة العلاج طويلة قد تصل للشهر لكن قبل ما تبشر العلاج بدك تقلع الريش اللي بتشوف فيه سوست ريش دليلك جزر الريشة بتشوف فيه سواد أو حتى بتشوف شكل الريشة طالع بشكل منحني بشكل الريش غير متناسق فبتقلعه وبتجيب بخاخ معقم فيه منه بيطري وفيه بشري بتبخ محل هالريش وبتعقمه به المعقم هذا محل الريش لأنت ألعته بغير القصة الهندي فيه عندك حب الحب هو الأسبرين الحب الأسبرين هو مميع للدم لأن الشيء اللي عب يسبب تشوف الريش تجلط الدم فبيتجأوا لعملية تميع الدم تميع الدم مثل يعني الأذوية اللي بتحميك من الجلطات بعيدة عن الشردع الجميع فبتاخد الحبية الأسبرين هاي إلو عدة عيارات جيب انت العيار الوسط أو حتى العيار الخفيف كافي إلو ثلاثة عيارات هو بتجيب العيار الخفيف فتهطه ببيبي أربعين ملي مي كمان بتقدمه ثلاثة ايام وبتريح يومين بتدعتنا بالنظافة وكل فترة كل ما صح لك نظيف الأفص وعقمه هذا اللي بيطلع بيدك بالنسبة لأسوسة الريش إذا أعجبك الوديو لا تنسى على زيان اللايب ومشاركة هذا الوديو ولكي يصلك كل جديد اشترك الان